أشهد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق الدكتور توماس لوثر فايس بمساهمة دولة الكويت في تخفيف معاناة النازحين في العراق والذين يواجهون أوضاعا مأساوية وخطيرة ازدادت مع الطراب الوضع الأمني هناك وقال فايس إن الكويت ودول الخليج دورا بارزا في تقديم المساعدة إلى الشعب العراقي حيث تم تقديم مساعدات غير غذائية ساهمت في مساعدة 70 ألف شخص يعانون أوضاعا أمنية مضطربة فضلا عن قصوة الطبيعة على مدار العاد عادة أكثر من ثلاثة ألاف وستة عشر عائلة عراقية نازحة عن طريق توفير مستلزمات المواد الغذائية والأدوية وغيرها والدور الخليجي لا سيما دولة الكويت والسعودية هذا ما أكده رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس ويس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت المؤتمر الصحفي كان لتوجيه الشكر والتقدير لدعم حكومة دولة الكويت الإنسانية لعمليات الإنسانية للمنظمة الدولية هجرة في الداخل العراقي والتركيز على الأنشطة التي تم تنفيذها حقيقة من إنقاذ أرواح وتقديم المساعدة خاصة في الشتاء الشديد البرودة في داهوك بسبب المساعدات الإنسانية الكويتية استطعنا تقديم الكروسين للأجهزة التدفئة وأيضا الخيام والأخطية والمواد الصحية والعديد من الاستلزمات الإغاثية الغير غيثائية لنازحين لتجاوز العداد الهائلة 3 مليون نازح عراقي في الداخل العراقي بسبب الأزمة الإنسانية الأخيرة التي تعرضت لها العراق بسبب العصابات المسلحة العمليات الإنسانية الضخمة التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة في الداخل العراقي وذلك عن طريق التمويل الكويتي والسعودي والتي نفذت العديد من المشاريع الإنسانية طبعا الوضع الكارثي الإنساني الغير مسبوق في العراق والذي نتج أنه نزوح ما يزيد عن 3 مليون عراقي في الداخل العراقي أدى إلى وضع غير مسبوق طبعا هذا الوضع سيكون جدا صعب مع قرب نهاية فيه 36 من الحالي نهاية الموارد التي تم تقديمها الدعم السخي من حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية التي استطعنا من خلالهم تنفيذ كل المشاريع التي تم ذكرها من تقديم مساعدات الإغاثية والغذائية والصحية وتقديم المأوى والمواد الأقطية وإلى آخره ستأتي إلى نهاية طبعا الوضع سيكون جدا صعب وعشان هيك نتمنى أنه يكون هناك تزويد أو تقديم أو تمديد هذه المنح الكريم السخية من حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية حتى نستطيع حتى نهاية العام الحالي من الاستمرار في تقديم المساعدات لهؤلاء النازحة أما عن حجم الدعم المادي الكويتي والخليجي في العراق وأبرز المشاريع التي شاركت فيها هناك أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق أنه بلغ الدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 120 مليون دولار يوسف صفراء التلفزيون دولة الكويت